اشتركوا في القناة والعلاج الكامل لكل أوجاع القلب وقل ما نجد من يبعث الضحك في نفوسنا والشخص الذي يستطيع أن يساعدك على الابتسام والضحك دائما يفوذ بقلبك ونجمونا اليوم لطالما ساعدنا أن ننسى الهموم والمشكلات بمشاهده وأدواره الكوميدية قدم أدوارا كثيرة على خشبة المسرح وأفلام سينمائية لا تنسى وأيضا مسلسلات وبرامج نجمونا له وجه مألوف إذا رأيته تشعر أنه الأب أو الأخ بوجهه الودود وشكله الطيب نجمونا اليوم النجم المتقلق القدير الفنان فتحي سعد شربتني ونورتني يا فنان أخليك يا عبيب تحيل الأرض فلفل أعمال لو كان لابسه طبعا الفنان فتحي سعد كان معينا قبل الفاصل وكان حاضر الموضوع وطبعا هو زيال شوية من الموضوع اللي حصل أنه الشاب تقدم لنا بمشكلة وهو ما عندهش مشكلة هو المشكلة موجودة بالفعل وإحنا هتكلمنا معي لأنه قلنا إحنا مش هنزيل الحلقة بس الفنان فتحي سعد قال لأ نزيل الحقيقة هو اللي قال إحنا هنزيل الحلقة وهو هيدعم الموهبة دي وهيبقى معها وهيقدمه على خشبة المسرح أو هيسعده في الموضوع دوت بس لازم أشوف خاله الأول هشوف الرجل اللي عزبه ده نزيل كده طبعا أنا مبسوطة جدا أنا كان نفسي أعمل اللقاء ده من زمان لحضرتك عارف أول حاجة عاوز أسألها لحضرتك أكتر دور بتحبه المسرح أو الفيديو أي حاجة المسرح يعني البدايات طبعا مسرح وكده فعندي دوري في مسرحية ألباندا ده كان أول حاجة تزعى في التلفزيون يعني طبعا ما نجوم مصر كان ساعتها يعني دي وكاني رمزي وأحمد الساقة ومونة عبدالغني وأحمد عاقل كان مجموعة كبيرة ودينا فكنت عامل دور جميل جدا اللي هو المسطول ده يعني فده من ضمن الحاجات اللي أنا بحبها ليا في المسرح يعني السينما عادة اللي بيفرض عليك أنك تحب حاجة نايس يعني الناس هي اللي بتخليك ميلهم فيلمة بالعربي خصوصا مشهد الحريقة آه دي يعني كل الإفيدة لحد دلوقتي آه 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 اللي هو الناس الدنيا بتتحرق وانت بتغني لهم آه 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 اللر عتاكل يا عم يلا يا عم هان العيال هتبقى فرخمة شوية يا عم كان من المشهد فاكسين أعزي أقولك إن أنا عنينا في المشهد ده جامد جدا لأن كان مولعين حريقة فعلا يعني الإضاءة اللي انت شافها دي مش إضاءة إضاءة فهلا كانت أكاو الله كانوا مبطنين الأوضة اللي إحنا بنصور فيها بشاش ونبلم ده يعني إيه النبلم ده مادة حريقة يعني آه آه أوكي فبيولعوا فيها فالدنيا كلها بتبقى ولعها عشان تنور فكنا بنصور على الإضاءة بتاعتين وطبعا مش عايز أقولي آه معاناة معاناة طيب حضرتك ابتديت إزاي دخلت مجال التمسيلي إزاي وخصوصا يعني أنا مثلا شفت حضرتك في أدوار الكوميدية طبعا ما شاء الله تمام ولكن في أدوار يعني ممكن تبقى تراجد دي بتقدم أدوار عادية كنت قيم قبل كده بدور دكتور أو حاجة كده فالدوار اللي عادية برضو طابع الفنان هو اللي بيغلب عليه يعني هل هو شكله، طيبه، منظره، حياته بتفرض عليه إن هو بيبقى دمه خفيف فبيبتدي يعني ياخد الاتجاه ده لكن ده هو المفروض الفنان بيعمل كل حاجة يعني أنا مثلا عملت رواية مصرح عملتي دور راجل مطحون ما عملتش إفه، ما عملتش إفه واحد والناس تتعطف معي لدور راجل أنا ما كنتش مصدق إن أنا ممكن يطلع مني مثلا التراجد دي فعاوز أقولك الفنان عموما بيبقى يعني إيه مارين آه مارين وفي نفس الوقت ادي له فرشته بس ادي له بس الدور العكسي اللي هو لازم واحد يقوم مقتنع بيك إن عشان يديك دور زي دا لازم يبقى عرفك هل إنت عندك استطاع تعملي إنت راجل كوميديان هل ممكن تقدر تعمل دور راجل دي ولا لأ؟ دي الزبط آه تبقى يعني بتيجي من ناحية المخرج هو اللي بيوظف بس طبعا الموهبة لازم تبقى موجودة طبعا 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 يعني أول حاجة عملتها كانت ألا باندا؟ لأ أنت بتتكلمي على بداياتي يعني أعيز أعرف بدايات حضرتك لأ بداياتي دي وأنا كده تقريبا في إعدادي تديت إن دي ما أشغل في أسر الثقافة والنوادي يعني ما خلناش مكان في مصر ومشتغلناش فيه حتى البلاد اللي حوالينا زي اسماعليا اسكندرية مش عارف إيه كده بقينا ننزل نشتغل وكنا بنعمل يعني كان بيعدي علينا أوقات بنعمل ثلاث بروفات في اليوم لثلاث مصرحيات يعني طبعا حضرتك حابة بمجال التمثيل؟ آه من صغري يعني عشان كده تعمقت فيه طب أعمالك الحالية يعني أنا عارفة إن حرارك دلوقتي بتعمل مصرح صح؟ أيوة عندي رواية في المصرح القومي بعمل رواية اسمها في انتظار بابا أنا وانتصار وسمح أنور وإحمد سلامة وابوسينا رشوان أخراج الأستاذ الكبير طبعا أستاذ المصرح اللي هو أساسا خدني من الهواية وداني الاحتراف لأستاذ سبيل العصفور لأنا بقدله بالولاء بصراحة وبقدله بالأنا فيه دلوقتي يعني هذي الرجل العظيم خدني من الهواية حطيني في كان أول حاجة عملتها معي حزمني يا بابا مصرحيات حزمني يا بابا كنت مساعد مخرج في الواية وممسل بعد كده عملنا علم قطط كنت ممسل فيها بس ما تصورتش للأسف لكن اللي تصورت ألبنضة وعفروتو وكده أوكي فدول دول اللي تصورت لكن أنا بأكلمك بقى الحاجات اللي تعملت فأنا شغلت مصرح يعني مش عايز أقولك يعني بعدها تشغل رأسي أنا عارف أنا كل مباس ألف أعرف إن حالك بتصور مصرح دلوقتي وبرضو في اسكندرية مش كده آه عندي في اسكندرية بس في اسكندرية يومين آه رواية إيه آه مصرحات بقى مختلفة آه لا يقتال خاص آه اللي هو مثلا بيبقى عندي مثلا عرض النهاردة وبكرة بيكون مسوائل له مثلا اللي أروح أعرض وارجع تاني كده يعني طب حضرتك شايف إن الناس لست بتحب المصرح؟ والله بصي أنا عايز أقولك على حاجة هو برضو الظروف الاجتماعية والاقتصادية بتحكم المسألة دي يعني أيام ما كنا بنعرض مثلا أيام أنا بنده وأفرطته كده كانت الدنيا يعني حالة الاقتصادية منتاجة كان محدش بيهمه يقطع تذكرة بمية جنيه ومية وخمسين جنيه أيامها برضو كان المية وخمسين والمية جنيه فلوس وليها إمتها هون؟ أه وليهم إمتهم فكانت الناس بتيجي كانت الناس بتيجي وكان كل المختربين اللي بمسافرين كويت السعودية وبتاعم شايفين بينزل أجازة مصر فيخش وجايا ما الراجل يعني الحد ما متيسر فكان المصرح الخاص شغال كهيس بمعنى إن ده كان بيعتمد على الحالة الاقتصادية اللي شغال حالياً مصرح الحكومة اللي هو تذكره إلى حد ما في متناول الجميع اللي هو ممكن بالتذكره بتبقى بخمسين بخمسة وسبعين كيلة وشغال والناس بتيجي يعني معنى كده إن الناس ليست بتحب المصرح الناس عاشقة للمصرح الناس عاشقة للمصرح وبعدين إيه؟ وأصعب أنواع الفنون تقديم الفنون يعني إن أنا أقدم ماينفعش أغلاط هو كمان مش أصعبهم هو أبوا الفنون يعني المصرح أبوا الفنون يعني لو أفتش على مصرح ماينفعش تروح توقفي قدام قاميرا قاميرا آه كده طيب إيه الحلولات نفسك تغيره في هذا المجال؟ يعني إيه الحاجة اللي مش عاجبةك مثلا؟ اللي أقول بصراحة الشلالية يعني بمعنى يعني يعني في مخرجين لما يجي يشتغل يبقى عنده قصة معينة يجيبه طيب لما أنت مثلا عايز دول بس وللناس التانية دي إيه؟ يعني تقمل إخراج بتاعك وتقمل إنتاج بتاعك بيبقى هم هم طيب ما فيه ناس تانية وكمان ممثلين عاشقة يبقى عارفوا يجيب فلان لا بقى فلان ده معاه على طول يجيب واحد في الاخراج يبقى هو ده على طول طيب الناس التانية دي تعمل إيه؟ يعني مش واخده فرصتها وحظاها وكده يعني فده من ضمن الحاجات اللي ما بتعجبنيش في الفن اللي حكاية الشلالية وفي ناس كتير جدا فنانين كبار جدا قاعدين في بيوتهم عشان السادة الأفاضل إذا كانوا منتجين ولا مخرجين بليهم ليهم قسطهم أو ليهم انت فهمانين فطبعا ده أنا أنا مش مش يعني أنا مش يعني عايز أقول هو مش عيب أن أنت تبقى متعود على حد فيساعدك لكن قد فرصة تانية للناس اللي اللي موجودة في السوق بالزبت يعني طيب لو في طلب حضرتك ممكن تطلبه أو توجيهه لدكتور أشرف زكي أو لنقابة المهن التمثلي هتبقى إيه؟ هيبقى إيه هو الطلب؟ لا هو مش طبعا هي نقابة بصراحة بأمانة يعني اللي أنا هتكلمه ده النقابة يعني إيه مش مأسرة مع حد بمعنى إن إن دور النقابة إن أنا ما دوركش على شغل لكن مع ذلك بتعمل كده لكن إحنا كتير إحنا كما موثلين كتير فلو النهاردة إذا كان الدكتور أشرف زكي إدى أوامر مثلا لشركات إنتاج إن الناس اللي هي اللي قابيين يشتغلوا وهو عمل كده إن لازم الإشتغل يبقى نقابة أو عنده تصريح إن هو يمارس المهن لكن برضو بنسبة بنسبة أليلة يعني برضو هيعمل إيه وهو مش دوره إن هو يشغل الناس إن مفروض الناس هي تاسعة لكن المفروض ده هو كنقيب إن هو بيصدر أوامر أو بيصدر قرارات إن محدش يشتغل برا النقابة اللي عايز يشتغل بقى من برا النقابة تعالى يا عم إنت وريني نفسك بقى يطلع تصريح طلع تعالى عمل كده عشان تبقى لكن معظم المسلسلات يعني نسبة كبيرة جدا من شباب وبنات إحنا أول مرة نشوفهم أول مرة نشوفهم طب الناس دي طب الناس التانية تعمل إيه الناس التانية تعمل إيه ومش والناس قويسة مش مقصرين فاستر اللي بيصدر ده بإيه والله ما الاحتكار للفن هو يعني لازم يبقى ليه زوابط يعني أنا لو أجري المنتج ليبقى لازم أنا أشتغل عن طريق النقابة لازم أنا أما أجي أتحرك أما أجي أعمل فيلم مسلسل مصلحية أجي عن طريق النقابة أنا هعمل الشيء الفلاني فإعنا إنت ليك عشرة في المية بس تجيبهم من برا يعني أي هد يجيب عشرة في المية والتسعين في المية لازم من الناس الأعضاء النقابة لكن أنت بتعمل العكس أنت بتجيب تسعين في المية من برا وبتحطي العشرة في المية بس من البطاعة النقابة فهو كان نقيب الراجل مش معصر بصراحة يعني وكمان مش كمان مش على مستوى الشغل ده أنا بكلمك كمان على مستوى الخدمات يعني أنت تتصل بيه في أي وقت أي وقت أي وقت ده حقيقي في أي وقت يرد عليك ثلاثة أربعة خمسة ستة صباحا وأي أن كانت مشكلتك بحلة لكن إحنا بالناشد المنتجين وبالناشد المخرجين إن فيه ناس كويسة جدا في السوق وفيه ناس يعني يعني يمكن آه يجي وقولك أنا مسش فاكر إيه اسم ولكن أنا عارفه طيب إنت بقى الناس حبانة والناس بتاع خدني يا عم بقى أعمال إيه الفنان فاتحي ستعد بيحب نفسه في مجال المسرح ولا التلفزيون ولا السينما هو طبعا المفروض هو طبعا المسرح أنا بلاقي نفسي به لكن السينما والفيديو دول انتشار يعني دول اللي بيخش البيوت أعم يعني المسرح المسرحية مثلا ليها وقت معين وتخلص بتاع كمية الناس اللي بتخش تشوف مش زي السينما السينما والفيديو بيخش لك البيت بالذكت هو على التيوب فبيبقى الانتشار أكتر يعني فنان الجميل إحنا عايزين منك فقرة كده عاملينها لك مخصوص إيه فقرة دي اسمها في أك هنجملك كل حاجة علينا لك بواصلواوا رجعين مع فقرة اعترافات نجم لا يلغاني